قامت مؤسسة بارزان الخيرية بتوزيع 73 جرارا يدويا على مجموعة من الفلاحين في مخيم كابرتو أول وكابرتو الثاني للنازحين في محافظة دهوك بعدما قامت بافتتاح دورة لتطوير المهارات الزراعية للمشاركين وذلك بالتنسيق مع منظمة كابني الإنسانية نحن كإدارة مخيم كابرتو للنازحين والذي يدار من قبل مؤسسة بارزان الخيرية وبالتنسيق مع منظمة كابني الإنسانية قمنا بتوزيع 73 جرارا صغيرا يدويا مع مجموعة من المستلزمات الزراعية على النازحين في هذا المخيم ممن يزاول مهنة الزراع تم اختيار المشمولين بعد إتمامهم دورة للتطوير مهاراتهم الزراعية على أسس علمية نشكر مؤسسة بارزاني الخيرية مع منظمة كابني على هذه الدورة التي استمرت لثلاثة أشهر وبعده تم تقديم هذه المساعدات كما نناشد حكومة تقديم كردستان والحكومة الاتحادية على تقديم المزيد من الدعم لشريحة الفلاحين